السلام عليكم ورحمة الله سنتوقف اليوم مع هذه الآية العظيمة نتفكر في أسرارها ومعانيها وندرك عظمة هذه الآية وغيرها من آيات القرآن العظيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير خطاب لك أخي الحبيب ولي معظمنا للأسف يستمع للقرآن وهو يظن أنه بعيد عن هذا الخطاب كأن الله يخاطب ناس آخرين لا أنت المقصود عندما يقول الله لك أولم يروا الخطاب لك أن الله يبدئ كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أنا أحتاج أن أتفكر في هذه الآية أحتاج أن أرى كيف يبدئ الله الخلق وكيف يعيده لأن الله يقول أولم يروا السؤال استفهام يعني أيها الإنسان ألا ترى أمامك عملية إعادة الخلق تراها كل يوم أمامك وأنت غافل عن الله كيف نفهم هذه الآية أيها الأحبة الحقيقة إعادة الخلق ظاهرة عجيبة معظمنا يغفل عنها يمكن أن نسميها ظاهرة البدء والإعادة الإنسان يفشل دائما في هذه العملية يعني مثال على ذلك الإنسان استطاع أن يصنع البلاستيك وهو عنصر مهم في حياتنا ولكن لم يستطع التخلص منه أصبح هذا البلاستيك مدمرا للبيئة يبقى أكثر من ألف سنة حتى يتم تدويره لوث به البحار والأنهر والغابات تقريبا كل شيء ملوث اليوم بالبلاستيك حتى جسد الإنسان موجود فيه ذرات صغيرة من المواد البلاستيكية تدخل مع زجاجات الماء التي يتناولها ومع الطعام ومع غير الطعام المغلف وغير ذلك وبالتالي لو أخذنا أي ظاهرة قام بها الإنسان فشل في إعادتها يعني مثلا الإنسان اخترع الكثير اخترع مثلا طائرات ولكن هذه الطائرة يمكن أن تتعطل يمكن أن تخرج عن الخدمة يمكن أن تنتهي صلاحيتها ولا يستطيع إعادة تدويرها سيرميها فيلوث بها البيئة الأقمار الاصطناعية التي اخترعها الإنسان بعد فترة تصبح يعني خارج العمل تلوث الجو وتلوث الأرض إذا سقطت على الأرض نفايات الفضاء هذه يسمونها فكل ما اخترعه الإنسان عاجز عن إعادة تدويره بينما انظر معي إلى ظاهرة المطر قطرة الماء التي تشربها أنت الآن ربما شربها الديناصور قبل سبعين مليون سنة لأن الماء هو ذاته يتبخر يتكثف في طبقات الجو يتحول إلى غيوم ثم ينزل على شكل أمطار ثم في السنة الثانية يتبخر ثم ينزل وهكذا عبر عشرات الآلاف من السنين هذه العملية عمليات البدء والإعادة وهذا ينطبق على كل مخلوقات لا يعني انظر إلى الغابات تجدد نفسها بنفسها ولكن بأمر الله وليس بنفسها طبعا العلماء يقولون أن الغابات هي التي تجدد نفسها أنا أستخدم مصطلح علمي ولكن الله هو الذي يبدأ خلقها ثم يعيدها هناك دورة اسمها دورة الكربون أيضا هذه الدورة ضرورية لاستمرار الحياة على الأرض هناك أشياء كثيرة ماء البحر هناك أمواج عميقة والتيارات عنيفة جدا بارتفاع ناطحات الصحاب 500 متر ترتفع عن ارتفاع الموجة هذه أمواج ضرورية لمزج البحار مع بعضها عبر ألاف السنين لكي لا تفسد هذه البحار هناك أيضا ماء يتسرب لداخل الأرض ثم يعاد إرساله للأعلى وهكذا وفق دورة عالمية كبرى تتم عبر ألاف السنين فإذن سبحان الله كل شيء كل شيء على الأرض نجد أنه عبارة عن بدء في الخلق وإعادة بدء وإعادة يعني مثلا الغزال أنثى الغزال تضع مولودا بعد قليل يفترسها الأسد ينشأ بدلا منها هذا المولود لتعيد دورة أمها وتنجب مثلا مخلوق آخر من نوعها وهكذا تستمر الخلق والإعادة تستمر هذه العملية في كل شيء من حولنا بينما لاحظ أن الإنسان أي شيء أي شيء اخترعه لا يستطيع أن يعيد بنائه يعني موبايل مجرد أن تلف أصبح يرمى بطارية تتلف ترميها لا يستطيع العلماء إعادة إحيائها وبالتالي أخي الحبيب الكائنات الحية مثلا التي تموت لها دورة عجيبة أيضا تتحلل لعناصرها الأولية تراب والماء ثم تخلق مخلوقات أخرى وهكذا وفق هذه الدورة المهمة جدا فالطبيعة من حولنا مصممة بطريقة رائعة جدا لتقوم بدورات متتالية يعني مثلا النباتات تستهلك غاز الكربون تعيد تصنيعه على شكل أوراق خضراء وثمر ثم هذه النباتات يعني تكبر ثم تهرم وتشيخ ثم تدفن في طبقات الأرض تتحول إلى غاز أو إلى بترول ووفق دورة تتم عبر ملايين السنين فلا يوجد عبث في الطبيعة أبدا بينما الإنسان يخلق شيء أو هو لا يخلق هو يصنع شيء لأن الخلق يكون من العدم هو يصنع شيء يحول شيء إلى شيء آخر ثم يرميه عندما يتلف لذلك اليوم التلوث بلغ حدودا كبيرة جدا سبب ظاهرة الأمطار العشوائية التي تنزل في صحراء هناك وتجد جفاف هنا وهنا كارثة وهنا زلزال هذه الخربطة وهذا العبث في طبيعة سببه الإنسان لأنه أفسد في الأرض يعني عبث كثيرا في مقدرات الطبيعة وبالتالي أصبح لدينا ما يسمى بالاحتباس الحراري أصبح ما يسمى لدينا بالقبة الحرارية التي تضرب بعض الدول أصبح لدينا ندرة في الماء العذب مع العلم أنه عبر ملايين السنين كانت كمية المياه العذبة محافظة على ذاتها وتكفي وغزيرة وتفيد ما الذي حدث لذلك هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعه لماذا وضع الله هذه الدورات المتكررة في الماء في المخلوقات في النباتات في كل شيء ليقول لك إن الله الذي يبدئ الخلق ثم يعيده كل يوم أنت ترى قادر أن يعيد خلقك أيها الإنسان قل سيروا في الأرض فانظروا كيف نشأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قادر لنستيقن أن الله قادر على إعادة البعث يقول سبحانه وتعالى أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لذلك أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء أن من ضمن الأعمال التي يقوم بها الله سبحانه وتعالى من حولنا والتي معظمنا يغفل عنها إعادة الخلق دائما هناك خلق وإعادة يبدأ الخلق ثم يعيده يبدأ الخلق ثم يعيده لذلك قال أَوَلَمْ يَرَوْا أَلَمْ تَرَى أمامك دورة المطر كيف تتكرر دورة النبات كيف تتكرر إلى آخره أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُوا اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير فالله عز وجل الذي بدأ الخلق وأعاده مليارات المرات ونحن نرى في كل شيء من حولنا هذا الإله قادر أن يعيد خلقك أيها الإنسان ويبعثك من جديد وليس كما يدعي الملحدون يدعون أن الله لا يستطيع أن يعيد خلق البشر لا يستطيع لأن الذي خلق هذا الإنسان أول مرة أهوى عليه أن يعيد بناءه ما هي الصعوبة في أن تبني هذا الجهاز أول مرة فإذا بنيته أول مرة سهل عليك أن تبني المزيد وأن تعيد بناء المزيد نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم نافع لنا وأن نبتغ به وجه الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق